بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعمل مع بعض اكلة جديدة وخفيفة ومحبوبة جدا اوي اوي هي في الاصل اكلة ايطالية اكلة ايطالية دي ومحبوبة جدا عند الناس بتوع المغرب يعني المغرب هما اكتر الناس بيعملوها واكتر من عندنا كمان بس هي اكلة خفيفة ولذيذة جدا الاكلة دي اسمها ايه اسمها بستيشو كوزاميا بستيشو كوزاميا الاكلة دي جميلة جدا وعبارة عن ايه حاجتها كلها جهزة وسهلة ممكن تنفع في العشا وممكن تنفع في الفطار ممكن تبقى واجبط غدا خفيفة جدا زي ايه هي عبارة عن اول حاجة عبارة عن بطاطس محمرة اه بشامل يكون تخين شوية زي كده تقيل جبنا شادر للوش لانشن فراخ مدخن مبشور وجبنا موزاريلا مبشورة يعني هقول المقدير بتاعتها بطاطس محمرة صوابع بشامل كونتخين جبنا شادر للوش لانشن فراخ مدخن مبشور وجبنا موزاريلا بس هنشوف بقى احنا هنعمل ايه مع بعض دلوقتي اول حاجة هنبتدي مع بعض النهاردة هنعمل ايه هاخد البطاطس المحمرة بتاعتي كلها ونزلها في الصينية او في البايركس بتاعي اهو اهو اوزعه كده تاني حاجة هحط اللانشن الفراخ اللي هو المدخن المبشور انا قبل ما بعمل اي حاجة ويكون غريبة عننا انا بجربها عندي الاول بل ايها حلوة بروح لازم اورها لان فعلا اطفال كبار وكله بيحب الحاجات الجهزة اللي هي السهلة بسرعة 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 ويكون في نفس الوقت خفيفة على المعدة ده اللانشن الفراخ المدخن اهوط تمام بعد كده هاخد الجبنة المتزاريلا بتاعتي اهي المبشورة حط بقى الجبنة المتزاريلا كده على فكرة ممكن قوي كون انت قابليها بيوم مسلا عاملة حاجة وعملة بطاطس محمرة وعملت البطاطس محمرة تلعت كتير طب هتعملي في ايها هنرميها لا مش هنرميها انا خدها ونجيب بس حاجة بسيطة من اللانشن ونقطعه ده هو شرايح رفيعة كده ونبتدي نعمل بيها اكلة ولما بيكون عندك بشاميل عاملة وبيفيد منك برضو بتشليف الفريزر وبتبتدي تغديه وتعملي بيها الحاجات اللي هي الاكلات الصغيرة دي ما تستهونيش ان تقولي ده حابة بشاميل صغيرة انا هحب اعمل بيهم ايه وهشيرهم عشان لا اعملي وشيلي وكل حاجة لان هي فعلا بتنفع ما فيش حاجة ما بتنفعش وفي الوقت اللي احنا فيه الغالي قوي ده مع الوقت كده ما فيش حاجة ما بتنفعش كل حاجة بتنفع تمام كده فاضل عندنا ايه هنحط البشاميل البشاميل لازم يكون تخين لازم يكون تخين بشواش كده ونحط عشان الجبنة بتاعتنا تفضل سبتة في مكانها اهيت بشاميل يا جماعة لازم يكون تخين حتى لو انت شايلاء وهو كان خفيف بتاع حاجة تاني ممكن تحطيه وحتحطيه طبعا على النار ويتتقاليه تاني بصوا اهو انا كان ده كان عندي برضو وانا كنت شايلاء فا استعملته تاني اهو اهو انا كمان كنتعامن بتشاميل ده اصلا كنت حطي فيه جبنة متزغلا من جواه اهو انا كمان كنت عاملة بشاميل لده اصلا كنتعامنه بشاميل ده اصلا كنتعامنه فيه جبنة متزغلة من جواه وشيدر ونستو كنت يعني مغزية شوية فصدقوني هيبقى جميل جدا مع البطاطس المحمرة الحلوى دي وهتشوفوا لو مجربتوها هتلاقوا طعمها جميل جدا هاخد بقى بعد كده اجبنا الشيدر اللي انا برضو بشراها وهبتدي ارصها على الوش عشان تديني شكل وطعم حلو قوي تحس انه طبق غني يعني جميل مغزي في كل حاجة في اللحوم الفراغ في البشاميل اللي هو في اللبن وفي الجبن بص هو فعلا طبق جميل ده كده خلص طبق خلصة اهو انا هاخده وهدخله في الفرن لحد الوش بتاع ما يحمر والجبن اللي من جوه هتسيح وهوره لك على طول هو هيبقى شكله ايه وانا رجعتلكو تاني بعد التاجم بتاعنا اهو مستوى شويفين شكله جميل جدا ازاي روعة 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 الاكلة دي اسمها ايه الاكلة دي ايطالية اسمها بستيشو كوزاميا بستيشو كوزاميا الايطالية دي الناس المغرب اكتر الناس بيعملوها بس والله جميلة وطعمها حلو جدا ريحتها حلو اولا بطس المحمرة بتحب البشاميلو بتحب الجبن المزاريلا والجبن الشيدر والحاجات دي فعلا بتدي طعم حلو وده الطبق بتاعنا واشوفكم ان شاء الله في اكلة جديدة مع بلد جديدة واقول لكم ايه باي باي سلام عليكم